السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إنشاء حساب جيميل بدون رقم هاتف فراح يكون شرح بسيط ومختصر لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب تفتحون المتصفح عندكم تكتبون إنشاء حساب جيميل وتدخلون على أول رابط يظهر معاكم بعد كذا رح يظهر عندكم هذا الخيار اللي هو إنشاء حساب تضغطون عليه فمن هنا تضغطون إضافة حساب إلى الجهاز هذا الخيار بعد كذا رح يوديكم على هذه الصفحة من هنا تضغطون إنشاء حساب وبعدين تضغطون لنفسي رح يطلب منكم تسجيل الاسم الأول واسم العائلة بعد ما تسجلوها تضغطوا على التالي هنا رح يطلب منكم تاريخ الميلاد لا تسجلون تاريخ الميلاد ومن هنا تحددون الجنس ذكرة وأنثى وبعد كذا تضغطون على التالي فمن هنا تختارون الخيار الثالث هذا وبعدين تكتبون الحساب الجميل اللي تبغون تسوونه فبعد ما تخلصون تضغطون على التالي هنا رح يطلب منكم تسجيل كلمة المرور فتسجلون كلمة المرور اللي تبغاها وبعد كذا مرة ثانية تضغطون على التالي رح تظهر معكم هذا الواجهة هنا يطلب منك إذا حاب أنك تضيف رقم الهاتف فإحنا ما نبغى نضيف الآن رقم هاتف تنزلون تحت كل اللي تحتاجون تسوونه تضغطون على التخطي وبعد كذا تضغطون على التالي فمن هنا تضغطون الموافقة وبكذا يا شباب بكل سهولة تم إنشاء حساب جيميل بدون رقم هاتف تقدرون تستخدمونه في أي موقع وتسجلون دخول عليه فهذا كان شرح اليوم لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة